السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مجددا عندي لكم واحد خبيرة زوينا موضوع ديال اليوم هو موضوع الساناتورية موضوع اللي تكلموا عليه بزاف ديال الناس كيسولوا على هذا الموضوع وكيهمهم الساناتورية هو تسويط الوضعية ديال المهاجرين الغير شرعيين الموجودين بايطاليا واللي اليوم كين جديد اللي غي خلينا اننا نفتحوا هاد الميل فو هنتكلموا فهذا الموضوع يعني بادق تفاصيل ديالو اذا اول مرة كنت دخل لهذه القناة اول مرة كنت شوفني انا المرداد يابد كريم يمكن لكم أنكم تسجله في القناة باش يوصلكم الجديد وكذلك متسنوش انكم تضغطو على هذا الزر باش يوصلكم كل جديد في الحين اذا اهلا وسهلا بكم الموضوع عند اليوم كيهم الناس لي كيتواجدو في ايطاليا بطريقة غير قانونية بطريقة غير شرعية اللي بغين يصيبوا الورق ديالو أنه اليوم كان جديد في هذا الموضوع هذه مدة والناس كتسولني على هذا الموضوع ما كانت تفادى أنني نتكلم فيه لأنه لا يجبني للعب على الأوطار لحساسة للناس وقلت لكم في آخر فيديو أنه اليوم سيكون جديد والذي يبان بأنه جديد ملموس سيتكلمون فيه اليوم بالفعل على أنه كان جديد وجديد ملموس لكيهم هذه الفئة من المواطنات والمواطنين سواء المغاربة ديالنا أو إخواننا العرب اللي كيفهموا اللغة باش كنتكلم إذن هذه الساناتورية اللي غادي أكيد على أبواب لأنها باقي مشارة رسمية غادي نتظره في هذه اليومين المقبلين يمكن أنها تنزل قبل يوم 18 لليوم وحنا كنشجله هذا الفيديو اليوم 13 يعني جميع الجرائد الرسمية والجرائد الكبيرة في إيطاليا تكلمات على هذا الموضوع وطرقت لي يعني من جواني بعدة حنا من خلال تجربتنا من طبيعة الحال ومن خلال أنني شفت العشرات ديال الساناتوريات اللي دازوا وأنا كانت تواجد في هذا البلد تقريبا ماشي مختلفة بزاف على الساناتوريات اللي سابقين على كل حال باش ننطولش عليكم المسألة كتهم الناس اللي ما عندهمش الوراق وكذلك الناس اللي تسالوا لهم الوراق قبل 31 أكتوبر 2019 إذا هنا كنتكلموا على جوج ديال الفئات ديال المواطنين كنتكلموا على الناس اللي ما عندهمش الوراق واللي آآ اليوم جات فرصة أمامهم باش يشتغلوا في واحد جوج ديال القطاعات اللي هما محدودين واللي حددهم هذا القانون هي في الفلاحة أو يعني الناس اللي العناية بالأشخاص غنقولوا الخدمة ديال الديور إذا جوج ديال المجالة المجال الأول ديال الفلاحة والمجال التاني يعني العمل في البيوت الآن سنتكلموا على الناس اللي غاد يدفعوا في الساناتوريات وبعد سنتكلموا كذلك على الناس اللي سالوا لهم الوراق ديالهم شحال هذه وبغين يجددهم إذا هذا القانون هذا غادي يكلف 560 أورو هذه 560 أورو فيها 400 أورو اللي هي خاصة لتغطية ديال تكاليف ديال هذوك الإجراءات وحالي كنقولوا ذاك شي اللي داز يعني كتغطي بالإضافة إلى 160 أورو أخرى بالنسبة للناس اللي غادي يحصلوا على هذي رخصة الإقامة هذي رخصة الإقامة اللي غادي تكون فيها مدة ديال ستشهور وهذي ستشهور هذي قابلة يعني هذي البرميس للسجورنه قابلة لتغيير أو لا نقوله الكونفيرتير يعني باش بتغييرها تردها واحد البرميس اللي هو ديال العمل في قطع آخر إذن في هذا القانون كيف جرت العادة دائما على أنه كيتم تحديد يعني كيكون شوية ديال الزيار على الناس اللي غايتقبلوا الطالبات ديالهم اللي هما اللي كيتواجدوا يعني قبل صدور هذ القانون قبل ما يخرج لحيزة نفيد وعلى حسب هذ الجرائد اللي كتطرق لهذا المواضيع على أن الطلب يعني غادي تقبل من المواطنين المهاجرين اللي كيتواجدوا هنا في إيطاليا قبل تمانية مارس ديال هذا العام يعني هذي واحد الشهرين تقريبا كيف دائما كيف جرت العادة دائما اللي غايتكون عندهم واحدة برو هنا مثلا كيقول لك الإسترانياري كيسيا نوستاتي فوتو سينيالاتي يعني ثاليا بريما دي لوتو مارتسو يعني الأجانب اللي هما غادي نقولوا فوتو سينيالاتي هو مملكي ديالك 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 تصويرها ناهم خاص ضروري أنه يكون شي حاجة اللي كتبت على أنه ذاك المهاجر كيتواجد هنا يا قبل تمانية مارس ديال هذا العام هذا هذي من بين الشرط ثم أنه من بعد ما غادي يحصل على ذيك الكنترال ديال الخدمة اللي قلنا إما في الفلاحة أو لا في الديور كيخصو يدفع هات الطالب دياله أو هات الطالبات خصو ميدفعو ما بين واحد شهر ستة وخمستاش شهر سبعة يعني تقريبا كين شهر ونص ديال الوقت من طبيعة الحال هات الطالبات غادي يكونوا مرفقين بالكنترال اللي غادي يعملوا مع ذاك الإنسان بشحال المدة ديالها وكذلك بشحال يعني الأجر دياله الشهري بالإضافة كذلك لهاد المبلغ المالي البسيط في الحقيقة اللي قلنا ديال خمسمية وستين أورو فيها أربعمية أورو ديال هاد اللي كنت أو هاد الكونتريبوتو يعني آآ فورفيتاريو آآ وكذلك كينا هاديك مية وستين أورو اللي غادي لتكاليف حالا غا نقولو ذا الرسوم أولا ديالتنبر على كل حال هذا ماشي مهم أكتر ما هو مهم أشنو هما الحواج اللي غادي ينحتاجوا اليوم من طبيعة الحال بالنسبة لمواطنين ديالنا هنا يا المغاربة أنهم غادي يحتاجوا الباسبور ديالهم أو ما يعادي له يعني آآ شهدات الجنسية أو إتبات الجنسية اللي كتعطى في جميع القنصلية ديال المغرب يكفي أن تكون عندك لكارت ناسيونال أو شي حاجة اللي كتبت على أنك مغربي أو يكون جوج المغاربة اللي يشهدوا معك بلكارت ناسيونال ديالهم أنك آآ مواطن مغربي أو شي شهداء إداري هذا ما هتلقاوش فيه مشكل مع الإدارة ديال المغرب زي ما ما تضيعوش وقد تكون بزاف أنكم تقلبوا على على روزكم يعني بالنسبة للكونترات وبالنسبة لأمور اللي خصكم تديروا أما بالنسبة للمغرب ما غاديش يكون عندكم مشكل غير هاد الحواج مزيان تكونوا عارفينهم إذن هذا فيما يخص الناس الجدود اللي عاد غادي يدفعوا الوراق ديالهم لأول مرة من طبيعة حال غادي نستمروا معكم في شرح هذا الجانب التهوية ماشي مشكل من الجانب الآخر كي هم كذلك الموضوع واحد الفئة أخرى ديال الناس اللي هما سلواليوم الوراق ديالهم قبل 31 أكتوبر 2019 وغادي نمشوا باش غادي نقرأ هاتشي اللي مكتوبة هنا الإسترانياري كابيانو ممبرميس ديسجور نسكدوتو عينترو الترينتون أطوبر دوي ميلادي تشنوفي يمكن أن تسمحatyوا المتحدة في هذه الحالة لدى عترانياتIndمناية في التذكرون من تجد مئذي السياسي، ممبردًا في سي 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 ما السياسين كانت تإستدلايات مئذي في الحل في الشرعة بترينظظر أن يتميزوا مئذياتيين المؤسسانية في طريقة التعرض الشركة لا يمتلك الشيطة للمشاريع المتحدة الإستخدام هذه الشيطة المتحدة على كل حال والفلاحة باش ما ندوخوكم شيء الناس اللي هما عندهم البرميس والسجور ديالهم سالة قبل 31 أكتوبر 2019 يقدروا انهم يقدموا واحد طلب للكويستورا باش يحصلوا على واحد البرميس والسجور اللي هو مؤقت مؤقت للبحث عن العمل والمدة دياله هي 6 شهور ومن طبيعة الحال يمكن لهذا البرميسو انها تكون فيرتا يعني تغير وهذا يصبح برميسو دي اللابورو يعني رخصة الاقامة للعمل في حالة الى حصلتي على السنسيون يعني ضبرتي على خدمة وتبرهن على انك خدمتي في هاد القطاعين اللي كيهمهم اللي كيخصوم هاد القطاعين شنو ما هو القطاع ديال انك خدمتي في الدور او انك خدمتي في الفلاحة يعني غس كتلقاش حاجة بحال هكده باش يمكن لك ذاك البرميسو ديال 6 شهور اللي غيرتاك باش تقلب على خدمة البرهنتي بانك خدمتي في هاد القطاع هادا غادي يجدو لك من طبيعة الحال قلنا انك تكون اشتغلتي في هاد القطاعات يعني الاجريكولتورة الاسستنسا لالاورو دوميسيكو انك هذا الكازو الكنتريبوتو ديبوتو اممونتا اى 160 اوارو 30 اوارو باستخدامة ديالا دوماندا يعني في هاد الحالة ديال هاد اللوكال الاخراني تكلمنا عليه ديالنسي اللي سلسالة والنوراق قبل 31 اكتوبر يعني داكلا السومة اللي غادي خلصو هي 160 اوارو 30 اوارو منها خاصة يعني باش مليكا تصفت من البوسطة بحالها تبقى 130 اوارو اللي خلصين اوارو مالمون ديال هادا كتنظر اذا هذا خبر عاجل بما يخص يعني تسوية الوضعية ديال المهاجرين هنا في ايطاليا وغادي نرجع لهذا الموضوع من طبيعة الحال بتفاصيل ادق في حلقات قادمة كان معكم المردى دياب كريم من ايطاليا والى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله